الزيارة الثانية لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد لدبيبة لتركيا منذ تسلمه مهامه جاءت سريعا ليوم واحد فقط وبدون إعلان مسبق الدبيبة اجتمع مع الرئيس التركي رجل طيب أردوغان في اسطنبول وعلى رأس قائمة الملفات التي تم نقاشها كان نقاش الوضع الداخلي الأمني والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا والدور التركي فيه واستمرار تركيا بمساعدة الحكومة الليبية عسكريا واختصاديا لم يتم بحثة تواجد الأسكر التركي في ليبيا خلال الاستماع لأن تركيا موجودة في ليبيا بناء على طلب الحكومة الشرعية وستستمر بتدريب القوات الليبية هذا يعني موضوع خروج القوات العزنبية من ليبيا لا يشمل تركيا عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا وتسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة ملفات رئيسية أخرى تم بحثها خلال الاجتماع المشترك بين وفدي البلدين الذي غلبت عليهما الشخصيات الاقتصادية وبحضور أردوغان ودبيبة أكثر من مليار دولار مستحقات مالية لصالح الشركات التركية متأخرة على ليبيا بالإضافة لدور الشركات التركية بإعادة الإعمار والدور التركي في إيجاد حلول لمشاكل الكهرباء والنقل بالإضافة لتفعيل اتفاقات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي لليبيا التركي وسبل التعاون في الملف الصحي أهم ما تم نقاشه في الزيارة في زيارة تبيبة الماضية لتركيا أبريل الفائت أبرم البلدان خمسة اتفاقات في مجالات مختلفة وأكد التزامهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط وبحسب محللين لا تخرج الزيارة الحالية عن هذا الإطار الزيارة السريعة لرئيس الوزراء الليبي إلى تركيا بدت وكأنها تثبيت وتأكيد على العلاقات التركية الليبية وعلى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ويقول خبراء أن الوجود العسكري التركي في ليبيا خارج النقاش مع تكرار أردوغان في كل مناسبة أن تركيا حققت مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية في ليبيا وتنوي الحفاظ على مكتسباتها هنادي الخطيب الحرة اسطنبول